اشتركوا في القناة وفي حال في صعوبة بقيلة الوسم وفي وقت ممكن يستغرق اكتر من سنة لتنظيم طابع الالكتروني ما هي الوسيلة الانتقالية اللي ممكن نعتمدها لحتى نعمل شو لحتى نوقف سوق السوداء سوق سوداء عم تستغلي عم تعم اليوم تستهلك 200 مليون دولار مقابل مليون و800 الف دولار كانت قبل 2023 اليوم عم ينحكب 30 مليون دولار بعد ما زاد الطابع المالي طيب هل يعقل انه نترك مافيا بالبلد عم تسرح وتمرح بوجه الادارات الرسمية وبوجه الوزارات ما حدا بيوقفون ما حدا ما في مسؤول طيب لذلك نكفي بالطابع الورقة مستحيل ومش حنقبل فيها والقول انه ما فيكم تعملوا شيء لا فينا نعمل بدنا نتابع هذا الملف وعطينا مهلة لوزارة المال بناء الله طلبة انه حضرت الشيء الجديد اليوم وزارة المال بتقول حضرت دفتر شروط للطابع الالكتروني وحولته لديوان المحاسبة ولهائة الشراء العام ونحن منطالب هائة الشراء العام وديوان المحاسبة بس شو صلى عندهم الملف فورا نتمنى عليهم ومنطلبهم يسهلوا هذا الموضوع ويمشوا فيه للاخر لانه بهاتطريقة هي الطريقة الحل الجزري للانتهاء من عملية النصب عن الناس بيطابع حقه الف ليرة وخمس تاليف ليرة وعش تاليف ليرة بيبيعوه بمليون وبمليونين وبثلاثة اثنين بالاجراءات بتقولولي طيب من هلأ لا يتنظم الطابع الالكتروني لانه يمكن بده حسب ما نقلنا من قبل وزارة المال هلأ ثلاثة شهر لعشرة شهر يمكن سنة شو منعمل بالفترة الانتقالية بالفترة الانتقالية عدة اجراءات اصلا معتمد كان ايلة وسم باكتر من مكان على الارض الجمهورية اللبنانية عم بينقال في ستمية ستمية وخمسين ايلة وسم موزعة طيب هاودي بيضلوا يشتغلوا بيتفعلوا اثنين في مسألة الاحوال الشخصية والمخاتير يلي هي اكتر شي عم تستغرق عملية الطابع الورقة طيب نحكى باجراءات مننا بده تشريع مثل انه السماح لمؤقتا للمختار انه يستوفي ويدفع بدون ما نروح على طابع الورقة يستوفي قيمته نحكى باحد الزملاء انه ينعمل مادة قانونية تنزيد هذا الرسم ينزيد على المعاملة من دون ما يكون في طابع قداش قيمته مئة الف مئتين الف تلتمية الف تنزيد على المعاملة بده مادة قانونية بنعمل مادة قانونية كل شي عم ينعمل قوانين بقاش فينا نعمل مادة تنحد من السرقة طيب التلاتة تأمين السوق بحيشته بموضوع الطابع الورقة مؤقتا لحين المباشرة بالعمل بالطابع الالكتروني وهذا الامر مسئولية وزارة المالية مش مسئولية حدا تاني وزارة المالية عليها تعمل المناقصة وتحددها وتاخد الإجراءات اللازمة لحتى ما بقى ينحكى بشح بهذا الطابع بالفترة الانتقالية اللي عم نحكي عنها من ثلاثة شهر لعشت شهر بأقصى حد أمام كل هذه الإجراءات الانتقالية يبقى الأهم واللي رح نتابعه يومك يومك واللي منطلب من كل النواب اللي بيحكوا بمكافحة الفساد وكل الكتل النيابية اللي حاملة شعارات وكل يوم عندها مواقف وكل يوم نوابة وناسة وناشطينها ناشطين على أكتر من صعيد شي بيسوى وشي ما بيسوى اللي بيفيد واللي ما بيفيد يتفضلوا يركزوا على هذه النقطة يتفضلوا يلحقوا معنا ويواكبوا معنا عمل وزارة المال الجدة بعملية المتابعة مع ديوان المحاسبة وهات الشراء العام والمناقصة اللي يجب تنعمل تقنيا طي يصير كل مواطن لبناني هو قاعد ببيته ويعمل معمالته على التليفون بالكمبيوتر بقلب البيت بفوت على أبليكيشن بحط المعامل اللي يتبعه بيدفع بالكارت تبعه بتخلص هبريته لا روح نبش على طابع ولا يروح يبتزك فلان ولا يروح يبتزك فليتان ليش كل دول العالم قادر تنظم حالة من أصغر دولة لأكبر دولة بمادة وحيدة بقانون بنظم طابع إلكتروني تالبنان ماشي قادر لأنه في سرقة ولأنه في ناس بدأت شرع السرقة وفي ناس بدأت ضلها تقول ما فينا هذا موضوع ما بقى يسوى مؤسسة دستورية مثل مجلس النواب تكون الاجتماعات فيه شكلية هذا مش مقبول اجتماعات بدأت تكون مجدية وبدأت تتابع وبدأت يكون فيه تنفيذ والإدارة اللي ما بتنفذ والقضاء اللي ما بيحاسب هذا المفروض يتحاسب ومش يتلاحق اللي عم يسعى واللي عم يركض واللي عم بينظم واللي عم بتابع واللي عم بيرائب يتحاسب هو على عدم وجود هذه النتيجة نحن اليوم وصلنا لملخص بعتقد بشكل خارط الطريق جدية للي بده يتابع اتفقنا عليها رح نتابعها ورح نتابع مع ديوان المحاسبة ومع هيئة الشراء العام ومع وزارة المالية تلزيم برجع بقول الطابع الإلكتروني بفترة لا تتعدى الكم أسبوع لازم لأنه من تاريخ التلزيم بدنا 3 إلى 10 شهور تحت طيير كاب السيستام بقى هذا موضوع أساسي وهذا بيدر للخزين اللبنانية إرادات إضافية كذلك الأمر بيوقف الهدر والفساد وبيوقف سرقة المواطن بلقمة عيشه بمعملاته الأساسية إن كانت إخراج آيد أو باسفور أو أحوال أو شو ما كانت بنوعية الأحوال الشخصية ويعطيكم العافية أحوال الشخصية أحوال الشخصية أحوال الشخصية